ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا المجلس بذكر محمد وآل محمد هناك شباهات عديدة بين مولانا الإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه ويوسف الصديق النبي الذي ظلم من قبل أهله وإخوته وطرد وحتى أرادوا أن يقتلوه إلا أن الله سبحانه وتعالى أنجاه ومكنه في الأرض واجعله عزيز مصر واجعل أولئك الذين أرادوا أن يضروه تحت يديه حتى أولت رؤياه التي رآها فقال لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هذه الرؤية أولت حينما كان يوسف عزيزا لمصر فدخل عليه أبواه وإخوته وركعوا له احتراما تعظيما لله وتعظيما لخليفة الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام شباهات عديدة بين يوسف وبين الإمام الحسن المشتبى الذي نمر بذكرى ميلادي هذا الإمام المظلوم كما كان يوسف مظلوم بين أهله فإن الإمام الحسن المشتبى مظلوم بين شيعته أليس كذلك؟ ألا نعرف القليل عن حياة الإمام الحسن هذا الإنسان العظيم الذي قال عنه الإمام الحسين في يوم عاشراء لأخته زينب أخي زينب جدي خير مني أمي خير مني أخي الحسن خير مني هذا الإمام الهمام الذي ما كان الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ليتكلم بين يدي الإمام الحسن إجلالا له هذا الإمام الذي كان يخشاه معاوية ويخشى أن يصارعه معاوية وينازعه معاوية لأنه يعلم أن هذا الرئبال وهذا البطل الذي أولده أمير المؤمنين بطل الأبطال لا يمكن لأحد أن ينازله هذا الإمام مظلوم وإلى يومنا هذا يجب على العلماء وعلى الخطباء وعلى الكتاب وعلى المثقفين دائما أن يرتقوا المنابر ويكتبوا ويدافعوا عن مظلومية الإمام الحسن المشتبة ويدافعوا عن صلح الإمام الحسن ويدافعوا عن غيرة الإمام الحسن وشجاعة الإمام الحسن وعفة الإمام الحسن في كل يوم وفي كل آن وفي كل صحب لماذا؟ لأن الذي ساد في الأذهان أن الإمام الحسن سلام الله عليه لعله بعض مواقفه يمكن أن يستفسر عنها الإنسان ولماذا 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 فعل الإمام كذا وكذا حتى قيل عنه إنه مزواج مطلاق يعني يتزوج ويطلق يتزوج ويطلق يعني مذواق لكن بالطريقة الشرعية هل يتلاءم هذا المعنى مع هذا الإمام الهمام؟ كيف ظلم يوسف الصديق بين أهله ظلم الإمام الحسن سلام الله عليه ولو من الناحية الفكرية بأن الشيعة لهم معرفة قليلة بالإمام الحسن المشتبه هذه مظلومية يوم الأيام عليها أن تنتهي نجعل الحد لهذه المظلومين التهم التي أوردوها على يوسف يوسف كان عند عمته والكل كان يحب يوسف فعمته أرادت أن تبقيه عنده آنذاك كان القرار السائد في بني إسرائيل أنه من سرقه فإنه سيكون عبداً لمن سرق منه يعني السارق يكون عبداً لمن سرقه عمته كان عندها منطقة حزام ورثت تلك المنطقة من جدها إسحاق سدت هذه المنطقة على ظهر وخاصرة الطفل يوسف رجع يوسف إلى يعقوب يعقوب قال خلي يجي يوسف راح له رجع إلى قالت ها احنا نفقد المنطقة ونفقد هذا الحزام جاءوا وعثروا عليه عند يوسف أخذوا يوسف أظلميها بين الأهل تلام الله على يوسف يوسف الصديق يوسف الذي كان يحبه وأبوه يعقوب لأجل غاية لأنه كان أتقى أولاده لأنه كان أضوأهم وجها وأتقاهم وأحلاهم منطقا يتهموه بالسارقة إخوة يوسف عرفوا بذلك كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في قانون مصر الذي يسرق لا يكون عبدا لمن سرق منه لكن الله سبحانه وتعالى كاد ليوسف كي يبقي معه أخاه بن يامين فجعلوا صواع الملك في رحل بن يامين قالوا نفقد صواع الملك أيته العير إنكم لسارقون وقفوا العير بحثوا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى وصل هذا هو صواع الملك بس طلعوا من كيس بن يامين وكان بن يامين أخ ليوسف من أبيه وأمه شافوا إخوة يوسف وهم يعلمون كذب عمتهم كان أدهم علم لكن هنا ماذا فعلوا؟ قالوا إن يسرق قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قابل اتهموا يوسف بالسرقة مع أنه يعلمون أن يوسف ما سرق هذا سرق هذا مثل أخو أخوه سما سارق أنتم الذين سرقتم يوسف من أبيه تتهمون يوسف بالسرقة فأسرها في نفسه يعني تدري هايش كد أذى يوسف فأسرها في نفسه اللي الله يذكر ذاته هذه المسألة ومبين أن يوسف تألم من هذه الكلمة فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها تأكيد أسرها لم يبدها يعني بقاها بقلبه شو مش قد يحترق ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون وين يوسف حتى يدافع عن نفسه تتهموا ليش جايبين قضية يوسف في هذه القضية هنا أنا على حسب الظاهر لا أحد يعرف يوسف لماذا تطرحون مسألة عن إنسان ليس معكم لا يستطيع يدافع عن نفسه أن يتحدث أن يقول كلمة اتهموا كذلك اتهموا الإمام الحسن حينما صالح الإمام الحسن معاوية وفي الحقيقة نزل الإمام عند صلح معاوية يعني معاوية هو الذي كان يريد الصلح للإمام الحسن والشواهد التاريخي والروايات تبين ذلك حتى أن الإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه قال في إحدى روايته لودبت أن أقاتل معاوية إلى يوم القيامة لكن معاوية كان يخشى الإمام الحسن لسأل إمام الحسن صالحة معاوية لأنه شاف سيفقد كل أصحابه ويفقد كل أهل بيته يدخل عليه واحد من أصحاب الإمام واحد من أصحاب الإمام اللي في يوم البارحة دخل على الإمام قال له السلام عليك يا أمير المؤمنين الإمام قال لي تقول لي يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين لقب لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غدا بعد يومين ثلاثة حين مصالح الإمام معاوية دخل عليه نفس الصحابي وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين شو شكت فرق بين السلام عليك يا أمير المؤمنين والسلام عليك يا مذل المؤمنين هذه التهمة التهمة بها الإمام الحسن عليه السلام مع أن الإمام الحسن في السابات جرحوه في فخذه جرح الإمام كاد أن يموت بأبي هو وأمي لكن مع ذلك التهمة كانوا يأتون للإمام ويقولون له نبايعك يا ابن رسول الله على أن تقاتل معاوية قال له لا أقبل هذه البيع تبايعوني على إن قاتلت معاوية قاتلتم معي وإن كففت عن القتال كففتم معي لأن الإمام يعرف مصلحة الأمة الإمام لا يريد أن يأخذ بالأمة إلى الهلاك لا يريد أن يأخذ بالأمة إلى الهاوية يريد أن يصلحهم إذا ما صار إصلاح أمير المؤمن لماذا ما قاتل أمير المؤمن يريد يقاتل بالمعجزة يستطيع بس الكلام مو عن الإعجاز عن الأمور الظاهرية ما قاتل لماذا ما كان عنده أنصار قال له أنا عندي أربعين من الأنصار كانت أقوم بالأمر لكن ما عندي قال لأصحابه تعالوا هل أموا معي ما أجول له ثلاثة وأربع نفرات حتى أن بعضهم تأخر فكيف الإمام يقاتل فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذة اليد المقطوعة يعني وقاتل بيد مقطوعة أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الصغير ويشيب فيها الكبير فرأيت أن الصبر على هاتها أحجى شفت أن أصبر كذلك الإمام الحسن المشتبى يعني يدخل في معركة يقتل فيها الإمام الحسين وبالفضل العباس والإمام الحسن وذينب الكبرى يدخل الصراع كان مع معاوية معاوية كان أدهى من يزيد وإن كان يريد كان يفني كان أدهى معاوية كان يصار أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب سلام الله عليه عليه على عظمة أمير المؤمنين داهية معاوية والإمام الحسن يقول والله ما معاويته كذلك أمير المؤمنين يقول الإمام الحسن أيضا يقول ما معاويته بأدها مني ولكنه يغدر ويفجر وكل فجرة كفرة وكل كفرة في النار يواعد ثم يغدر يتهمون الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه يقولون أنه حليم يعني ليس شجاع هذا معنى طبعا الإمام حليم وشجاع لكن أحيانا ترى البعض يقول أن الإمام الحسن حليم وحلمه أنجى الشيعة والإمام الحسين شجاع وشجاعته أنجت الشيعة لا الإمام الحسن شجاع وحليم والإمام الحسين شجاع وحليم من الذي أسقط جيش الجمل جيش المرأة ذاك الجمل كان أقدس من الكعب عدهم تدرون؟ ذاك الجمل كان أقدس عدهم من الكعب شلون الهندوس يقدسون الأبقار؟ أكثر وأكثر جمل من جمال الله تركب عليه زوجة من زيجات رسول الله يعني هذا الصنم الأكبر من الذي طعن الجمل؟ حينما انتزع الإمام الحسن المشتبى الرمحة من يد أخيه محمد بن الحنفية حينما أمره الإمام أن يدخل على المعركة فجاءته السهام كالمطر فما استطاع أن يتوغل في تلك المعركة؟ اختطف الرمحة الإمام الحسن لماذا أخذ الرمح منه؟ لأن الرمح كان أعطاه أمير المؤمنين هذا الرمح رمح مقدس وهجم على قلب القوم وقلب المعركة حتى وصل إلى ذلك الجمل المشؤوم فطعنه فبرك الجمل وسقط على الأرض وسقطت الإمرأة من أعلاه ثم عاد إلى أمير المؤمنين وأثر دم الجمل على الرمح فقال أمير المؤمنين هذا ابن النبي يعني هذه الفعلة فعلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني لو رسول الله كان موجودا وعاضرا لطعن الجبل هذه شجاعة الإمام الحسن الإمام الحسن الإمام الغيور الشجاع يوم من الأيام طلب معاوية الإمام الحسن بعد أن قال له أصحابه معاوية أصحاب معاوية أحضر الحسن كي ننال منه وننال من أبيه يعني جيب الإمام الحسن نلعب نسبه نسب عليه ابن أبي طالي معاوية يعرف الإمام الحسن قال إنكم لا تقدرون عليه الإمام الحسن أعظم منكم أقوى منكم أفصح منكم أبلغ منكم ذهبوا وجاءوا بالإمام الحسن فنظر الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية قال لماذا أحضرتني والإمام كان في الشام يظهر من التواريخ أن الإمام عدة مرات ذهب إلى الشام بعد الصلح وكان هناك يتكلم بكلمة الحق على رؤوس الأشهاد يعني الآن الإمام الحسن في قصر معاوية ومن جالس في قصر معاوية مجموعة همج رعاع ما سمعوا ذكر علي عليه السلام بالخير وما سمعوا على المنابر إلا سب ولعن علي ابن أبي طالب صحيح له لا الإمام قال ما تريد يا معاوية قال أنا ما جبتك هؤلاء أتوك بك فقام عمر بن العاص وقال الحمد لله الذي أراح الأمة من أبيك علي ابن أبي طالب الذي قتل عثمان ثم قام الآخر وتكلم ضد الإمام الحسن قام الثالث تكلم ضد الإمام الحسن وأمير المي وهكذا كل همم الطيور على أشكالها تقوا ابن أبي معيط عقبة عمر بن العاص معاوية طبعا معاوية لا يذهب إليه الكومات والأبطال ما يذهب إليه إلا الضباع والثعالب فنظر الإمام الحسن إلى معاوية قال منك أبدأ يا معاوية فإن جرأة القوم من جرأتك قال أما أنت يا معاوية فقد أسلم أبي وكنت تعبد الأصنام وبيد أبي لواء الإسلام وبيدك لواء الشرك في المعارك بدر أحد وأبي أول من آمن وأبوك أبو سفيان شيخ المؤلبين على قلب رسول الله ثم يا معاوية ألا تذكر أن رسول الله بعث إليك لتكتب فقال الرسول الذي بعثه النبي الأكرم أن معاوية يأكل ثم أعاد عليك البعث قال يأكل ثالثة قال يأكل فقال رسول الله اللهم لا تشبع له بطنا ألا تجد هذا من نفسك معاوية كان يأكل يأكل ما يشبع يقول تعبت ولم أشبع تاريخ يذكر ذلك ثم قال له أولا تذكر يا معاوية كنت تقود جمل أبي سفيان فرآك رسول الله وقال لعن الله الراكب والقائد والمقود ثم توجه إلى عمر بن العاص قال يا عمر بن العاص تنازى عليك خمسة من العرب فألحقت بألأمهم نسبا خمسة قال له هم آبائك ما ألحقوك إلا بألأمهم نسبا من حيث علم القافة يعني يقولون هذا يشبه فلان أكفد علم حرام يعني مو حجة بس العرب كانوا يهتمون بهذا العلم ألحقك بألأمهم نسبا ثم هجوت رسول الله بعجرة أبيات من الشعر فقال رسول الله اللهم إني لا أقول الشعر ولكن العنه بكل بيت لعنة ثم قلت إن رسول الله هو الأبتر فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أنت الأبتر يا عمر بن العاص هو رسول الله ثم توجه إلى الثالث وتوجه إلى الرابع واحدا قال يا إمام الحسن أنا لولا أن الناس قتلوا أباك لقتلت أباك الإمام قال له صدق أنت يعني هل قد عندك شجاعة تجرد السيف منت رئيسكم عمر بن العاص دخل للمعركة بدون الباس أمير المؤمنين يذكر ذلك في نهج البلاغة ما أنجته إلا عورته وقيته جاي تهددنا ثم قام ونفض عباءته مع المكان وحيدا وخرج من الشجاعة أليست هذه شجاعة كلمة حق أمام سلطان جائر وهو معاوية قد يغضب في كل لحظة وأي لحظة وبحسب الظاهر ينال من الإمام الحسن أليس هذا الشجاعة أليست هذه الشجاعة شجاعة معركة وشجاعة كلمة الإمام الحسن والله معاوية بحسب التاريخ لا أتحدث عن المعتقد الذي في صدري فقط بحسب التاريخ حينما نعود إلى التاريخ التاريخ المروي في كتبنا والتاريخ المروي في كتب غير مذهبنا كتب العامة نرى آثار الخوف من كلمات معاوية ورسائله من مواجهة الإمام الحسن المشرب كان يخشى المواجهة لذا شنو كان يسوي كان يجز فلوس دراهم ودنانير للنفوس الضعيفة يشتريهم واحد ورى الثاني واحد ورى الثاني الآن يبقون ثلة قليلة يقول الزين حس فتنة بعد كم نفرهم يروحون يقول لا نزاع بين المسلمين من ريدة لا يبقى مع الإمام الحسن لثلاث أربع نفرات وأهل بيته هذا مو صرع عادل هذا مو نزاع عادل لماذا قاتل الإمام الحسين عليه السلام إذن الإمام الحسن ما قاتل الإمام الحسين قاتل لأن الإمام الحسين أيضا ما كان يريد يقاتل قال أكره أن أبدأهم بقتال لكن حينما بدأوا للقتال صمد هنا أيضا إذا كان معاوي يبدأ القتال مع الإمام الحسن الإمام الحسن كان يصمت حتى يموت الصمود أمام العدو كما يقول مولانا أمير المؤمن لولده الإمام الحسن المشتبى يا بني لا تدعو لا تدعو إلى معركة فإذا دعيت فأجب لا تروح تقول هل من مبارز لكن إذا واحد قل لك هل من مبارز روح لا تخاف أن الأعمار بيدل الله سبحانه وتعالى هذه شجاعة الإمام الحسن المشتبى بعد من التهم التي أوردوها على يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين راودته كان في بيتها أرادت أن ترتكب الفاحشة كان لها زوج لكن هو استعصم يوسف متهم حتى من قبل المسلمين ولقد همت به وهم بها يقول هم يقولون هم بالمعصية لكن أهل البيت يفسرون بحسب القرآن ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه إنه ربي أحسن مثواي يوسف يعلم أن الزنا قبيح أن ارتكاب الفاحشة قبيح همت به الرواية تقول هم همت أن تفعل وهم أن لا يفعل رواية أخرى رواية أخرى عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول همت أن تفعل الفاحشة لكن هم أن يقتلها لكن حتى القتل ما كان جائز لذا لولا أرأى برهان ربه معاني متعددة وهذه المعاني تتبين من الآية إنه ربي أحسن مثواي أو أحسن مثواي الله سبحانه وتعالى أحسن مثواي أنا ما أحتاج إلى ارتكاب الفاحشة الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة إنه من عبادنا المخلصين يوسف استعصم ترك الشباب يعلمون مرة واحدة وضع قدمه على هوا نفسه فأصبح عزيزا لمصر شوف يعني الإنسان جد يقدر يصل إلى أي مراتب وأي رتب والله سبحانه وتعالى يحبوه بماذا وين عند المعصية عند الامتحان أن يقف الإنسان حتى يصبح يوسف أنموذجا أنموذجا للتاريخ وفي يوم القيامة يؤتى بعبد قد ارتكب الفاحشة وقال له لماذا ارتكبت الفاحشة يقول أنا جميل أنا وسيم يعني أنا الأمور مهيئة حقي اعذرني يا رب العالمين فيؤتى بيوسف يقول أنت أجمل أم يوسف يقول لا يوسف أجمل قال ما باله يوسف استعصم استعصم بالله توكل على الله طلب النجدة من الله والله سبحانه وتعالى أنجه وأنت وقعت في الفخ والفخاخ ما عندك أثر فديوم من الأيام الإمام الحسن المشتبى في المسجد يصلي هذه الرواية وإذا بإمرأة أدخل المسجد الظاهر كان صلاة مستحبة والإمام يبدو أنه كان أميرا يعني القائد والإمامة له فشاف كأنه خيال أسرع في الصلاة ثم قام قال ما حاجتك يا أختي أباله أدهر حاجة فقيرة قالت حاجتي أنت فجلس الإمام وأجهش بالبكاء أنا ما أدري الإمام شلون بكه حتى أن هذه المرأة تابت نفس اللحظة في المسجد فجلست وأجهشت بالبكاء الإمام الحسين يرويها الرواية يقول دخلت المسجد فرأيت الإمام الحسن يبكي وإمرأة تبكي عنده يقول ما أدري الإمام شلون كان يبكي الذي جعل الحسين أيضا عليه السلام يجهش بالبكاء يقول ثم انتهيت المسألة راحت المرأة وذهبنا الإمام الحسين يقول فاستحييت أن أسأل من أخي الحسن راحت الأيام إجت الأيام وكنت عند الإمام الحسن نائم وإذا بالإمام الحسن قام فبكى قلت أخي ما الذي يبكي قال رؤيا رأيتها ما الذي رأيت يا أخي قال رأيت أخي يوسف في المنا فبدأت أنظر إليه كما ينظر الناس إليه فبكيت فتوجه إليه وقال ما الذي أبكاك بأبي أنت وأمي هذه الروايح كذا تقول أن يوسف يقول للإمام الحسن الإمام الحسن مقام عظيم ابن رسول الله ابن فاطمة ابن أمير المؤمنين ما الذي يبكيك بأبي أنت وأمي يقول الإمام الحسن المشتبى فقلت له الذي أبكاني حينما رأيت إليك فذكرت حزن أبيك عليك وما فعل إخوتك بك وما فعلت نساء مصر وكيف أدخلت السجن وعجبت من ذلك فبكيت فقال يوسف لي أنت أعجب كيف أنت أعجب؟ قال تلك المرأة التي دخلت عليك فبكيت وببكائك هديتها أنت أعجب فإني تحيرت والله بين حسن الحسن وحسن يوسف أيهما أحسن الإمام الحسن سلام الله عليه شبيه يوسف ابن يعقوب الإمام الحسن سلام الله عليه كما كان يوسف من المحسنين الإمام الحسن أيضا من المحسنين كما كان يوسف من المستعصمين الإمام الحسن من المستعصمين كما اتهموا يوسف فبرأه الله كذلك اتهموا الإمام الحسن المشتبى فبرأه الله ورسوله الحسن والحسين إمامان قاما أو قاعدا الرواية تقول في تفسير قوله تعالى أنهم قالوا ليوسف إنا نراك من المحسنين يقول الإمام الصادق كان يقوم على المريض ويلتمس المحتاج ويوسع على المحبوس يوسف إذا يشوف واحد مريض يروح له يزور له يودي له أدوية إذا يشوف واحد محتاج يساعده إذا يشوف واحد محبوس حط له كان ظالم يقول وسعوا عليه أبطو أكل خلوه يطلع بالشمس صح هو مو خوش إنسان لكن نحن ناس ولنا إنسانية وهذا إنسان عنده فتكرامة إنسانية كرموه الإمام الحسن المشتوى يدخل على مسجد رسول الله شخص من أهل الشام أين الحسن فيشار بالبنان إلى الإمام الحسن يذهب إلى الإمام الحسن المشتوى أنت الحسن نعم أبوك أمير المؤمين علي بن أبي طالب قال نعم فبدأ بسب علي وسبه الحسن وسب فاطمة انتهى من الكلام الإمام بين جماعته والسيوف بأيديهم نظر إليه قال من أين أنت من الشام قال نعم قال إن كنت غريبا آويناك إن كنت جائعا أشبعناك إن كنت عطشانا سقيناك إن كنت أريانا كسوناك ما عندك عشيرة آل إحنا عشرتك نكتب اسمك في عشيرة بني هاشك شو تريد بعد يعني ندافع عنك كما ندافع عن أحدنا فبقي الرجل مبهوتا قال الله أعلم حيث يجعله رسالته والله ما دخلته إلا وكان أبغض الناس إليه أنت ولا أخرج إلا وأحب الناس إليه أنت إنا الله يقول إنا نراك من المحسنين الإمام الحسن عليه السلام من المحسنين كريم أهل البيت حليم شجاع كريم وقد ذكره يوسف في الجب هبط جبرائيل على يوسف ويوسف كان في الجب قال يا يوسف ما تريد قال لا أريد إلا ما أراده إله إسحاق وإبراهيم ويعقوب وقال جبرائيل إن إله إسحاق وإبراهيم ويعقوب يقول يا يوسف قل ماذا أقول؟ اقرأ هذا الدعاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد كله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام صل على محمد وآل محمد واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب الرواية تقول فأنجاه الله من الجب ورزقه أن يصبح عزيز مصر من حيث لا يحتسب يعني أكثر ما كان يتصور يوسف أن يعود إلى أبيه صحيح له لا إلك نعم لكن الله ولاه مصرا فأصبح عزيز مصر والرواية تقول ببركة هذه الدعاء وهذه الكلمات بأن توسله برسول الله وأهل بيته وهذه المسألة سائدة في كل الروايات وبالنسبة إلى جميع الأنبياء ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صحيح له لا يعني فقط رسول الله له رسول الله وأهل بيته طبعا رسول الله وأهل بيته الذين قاموا مع النبي وقفوا مع النبي جاهدوا مع النبي قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة أوليائه وأن يرزقنا شفاعة أوليائه وأن يجعلنا من العارفين بمولانا الإمام الحسن المجتبى هذا الإمام المظلوم أكثر وأكثر كي نذكره أكثر ونلهج باسمه أكثر وتتزين وتتنور قلوبنا الظلماء بضياء معرفته هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعاله الطيبين الطاهرين وعاله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر